علاج اغلب حالات العقم ربما يكون قاب قوسين او ادنى هذه المرة عبر خلايا الجلد بحسب ما اعلنت مؤسسة الخصوبة الاسبانية وجامعة استراتفورد الامريكية في تقرير علمي نشرته مجلة نيتشر العقم الذي يصيب نحو 15% من الازواج في العالم احدث في الغرب تحولا انسانيا بلوجوء بعضهم الى متبرعين ببويضات ونطف لمواجهة العقم وكانت ابحاث في اليابان وبريطانيا نالت جائزة نوبل عام 2012 في مجال الخصوبة الهمت المؤسستين الامريكية والاسبانية وتوصل باحثان بريطاني وياباني وقتها الى امكانية ان تستخدم خلايا الجلد باعادة هندستها وراثيا لتتحول الى نطفة وبويضات وكان احد الباحثين الصينيين نجح في ايجاد نطفة من خلال الهندسة الوراثية وبويضة لفئران تجارب الا انها المرة الاولى التي يتم ايجاد نطفة وبويضات من جلد البشر ويعكف الباحثون الان على مواجهة التحدي في ان تتمكن هذه البويضات من القدرة على التخصيب وكذلك تجاوز المنع القانوني الذي يسود بلدانا عدة في هذا المجال ياسر محمد علي العربية